كمؤرخ لما قل كلمة الحشاشين ما الذي يتبادر لديهنك على طول؟ أول مش عند الناس نوع شرب الحشيش ومؤرخ؟ لا لها تفسيرات كثيرة معنى كلمة الحشاشين؟ الحشاشين قد تكون من التقاط الحشائش وقت الحصار وأكلها وقد يكون من بيع الحشائش العطرية ليس بالضرورة شرب الحشاش أو تعطي مخدرات؟ لا 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 هل مؤثر عن حسن الصباح أنه كان سفاكاً للدماء مغتالاً بلطجية بمعنى أوضح؟ لا هو يعني جمع ما بين هذه الصفة وما بين صفتي كرجل عالم ورجل سياسي ورجل داهي حضرتك يعني الدكتور خالد حسين محمود كأستاذ تاريخ لما قل حسن الصباح في كلمتين اتنين تقول إيه؟ صاحب فكرة من أجلها يعني ضحى وجعل الأخرين يطحون من أجلها هل الحشاشين في الإسلام فرقة مدانة أم فرقة صاحبة حق؟ في بعض الأحيان هي فرقة مدانة وفي أحيان أخرى هي فرقة مظلومة ما عرف عن الحشاشين بأنهم أصحاب اغتيالات سياسية وتصفيات جسادية ودموية هل هذا صحيح؟ صحيح هل هم ابتدعوا لاغتيالات السياسية وقتصاد الدموية؟ لا لكت موجودة قبل الحشاشين كان هناك فرق أخرى قبل الحشاشين كمؤرخ إذا إذا أردنا أن ننظم فرقة الحشاشين في الفرق هل في يلقى شاذة أم في ضوء سياقات الفرق التي كانت وقتها حتى الآن؟ لا هي في سياق الفرق الشعية لماذا يتم تشويه فرقة الحشاشين بهذا الشكل؟ تم تشويها من الخصوم وهذا أمر طبيعي لأن كل اللي كتب عنه هم الخصوم فقط هل أثر عنهم كتابات عن أنفسهم الحشاشين في التاريخ؟ كتاب واحد وفقد كتب ومؤسس الجامعة ماذا نقول عن قلعة الموت اللي كانوا عملينها الحشاشين وعدين فيها؟ القلعة الحصينة وستطيع أن أقول حسن الصباح نجح ما بين القلعة والخنجر جمع القلعة والخنجر لذلك هو نجح هل حسن الصباح يستحق أن يكون إماماً علماً رئيس دولة قائداً؟ هو امتلك كثير من المؤهلات الحقيقة لكن الظروف لم تمنحوا هذه المسألة حسن الصباح كان علماً أم كان مدلساً؟ حسن الصباح حسب المصادر والخصوم بالأسير يصف حسن الصباح وابن كثير يصف الحسن الصباح بأنه العالم المكتهد، المهندس، السياسي، المطلع على علم النجوم، الشاعر، الفيلسوف عصر فرقة الحشاشين كان في أي توقيت تاريخ؟ في نهاية القرن الخامس وبداية القرن الثالث كان الدولة الشعية موجودة أم لا؟ كان الدولة الفاطمية في مصر الأستاذ الدكتور خارد حسين محمود، أستاذ ورئيس قسمة التاريخ بوكلية الأداب بجامعة عن شمس حلقة جديدة في برنامج القضية أهلاً بكم مرحباً دكتور مرحباً دكتور مرحباً دكتور الله يبرك الله يحبزك أدف إلى الموضوع بوشرة لما أقول فرقة الحشاشين ما الذي يتبادر لذين حضرتك كم أرخ؟ طيب يعني معرفة الشيء فرعاً عن تصوره كما يقال فالحشاشين من حيث المسمى أطلق عليهم كثير من المسميات الفرقة البطنية، الحشاشين، الملاحدة، الدعوة الجديدة هذه المسميات أطلقت على هذه الفرقة التسق طبعاً بها لفظ الحشاشين بالموضوع من الأسماء أن هم الخصوم اللي سموهم نعم لكن هناك مسمى اللي أطلقوا على هم نفسهم اسمهم إيه؟ هم أطلقوا على نفسهم الدعوة الجديدة أو الدعوة النزالية أتباع الإمام نزار ابن المستنصر نعم جميل إذن هم أطلقوا على أنفسهم الدعوة الجديدة الدعوة الجديدة أو الدعوة النزالية أو الدعوة المهدية أو الدعوة الهادية كل دي مصطلحات طب نخطها تاني اسم الحشاشين كما أطلقوا على أنفسهمهم الدعوة الهدية الدعوة النزارية الدعوة الجديدة ممتاز من اللي سموه من الحشاشين الحشاشين ده مصطلح ظهر حديثا يعني المصادر الإسلامية لما نقرأ المصادر الإسلامية كلها المعاصرة وما بعد اللي كتبت عنده في وقتها اللفظ الوحيد اللي وجده عند أبو شاما مثلا أو غيره من المؤرخين يقول الحششية وليس الحشاشين الحششية نخلطة حششية فعلا كلمة الحششية يعني أول من أطلق هذا المسمى كان الخليفة الفاطمة الآمر هو كتب أرسل رسالة إلى الحصن الصباح يدعوه فيه إلى العودة إلى الطريق الصواب وعدم المروق عن الفرقة الإسماعيلية وكتب رسالة لحصن الصباح لحصن الصباح بعد كده كتب كتب الرسالة الآمرية في يعني الحاد الفرقة النزارية وبهذا المعنى بس كده ما حدش يقول الحششين لسه يعني لا كلمة هو اللفظ الوحيد الحششية الحششين طبعا ده لفظ أوروبي بعد حتى سجراء الحساسين الحساسين القتل المأجورين بس هم يعني لأنه ترصب في أدهانة كلمة حششين يعني ترجم من الأوروبية لأنه قتل المأجورين القتل المأجورين لكن ده غير حقيقي طب اسم الحششين جيب بناء على دلالة ماذا يعني يدل على أنهم بيشربوا الحششيش مثلا نبدأ المخدرة نرجع ليه التفسيرات المسمة أولا هناك أكتر من تفسير ليه معنى الحششين طيب مستبعد شوية المعنى الذي أنا أميل إليه أن كلمة الحششين أتت من الحساسين الحساسين ربما لو عدنا إلى اللغة العربية كلمة الحس في اللغة العربية هي الاستقصال استحصونهم بإذنه تستقصلونهم فلأن هذه الفرقة كانت تمارس عملة القتل واستقصال الخصوم أو حش الرقاب فأتت من هذه المسمة مش الحششين شرب الحششة أو النبات المخدر طبعا ده كلام كتب ماركو بولو بعد قصة الحششين وكان الحشش موجود وقتها كده طبعا موجود المواد المخدرة كان يستخدم دكتور محمد المواد المخدرة في العملات الجراحية زي البنج النهاردة من إمتى طائفة الحششين تاريخها نقدر نقول أن بدأت الفرقة طبعا هذه الفرقة بدأت مع الحسن الصباح مؤسس الجماعة هو صاحب الفكرة وهو الذي أسس هذه الجماعة سنة كم تأتي؟ الحسن الصباح ولد بـ 428 وتوفي 518 يعني حوالي 1900 وشوية ميلادية ألف وشوية نعم 970 ولا 970 في هذه الحدود كان في عصر من بقى من يعني إذا نقول في نهاية القرن الرابع نهاية القرن الخامس الهجري الحداشر الميلادي و بداية القرن السادس الهجري الاثناشر الميلادي في مصر مع الدولة الفاطمية مثلا طبعا دولة الفاطمية كانت موجودة هو انشق عن الدولة الفاطمية أيوة كم من بقى الحاكم في التوقيت اللي ظهر طيب دعنا دكتور منابسات تاريخية و الظهور الحشاشين نعم طيب العالم الإسلامي في ذلك الوقت هو بداية مع ذلك المقاطع أود الرجاء كلامك طيب لا لا هو ظهر فيه الحسن في مصر ولا في إيران لا هو بداية ظهورهم في بلاد فارس هو فارسي أساسا هو فارس نعم ولد في بلاد فارس يعني المسلسل الحشاشين المفروض يبقى باللغة الفارسية لغة الفارسية نعم فعلا مش باللغة العمية يعني هو على أقل خليب اللغة الفصحة السهلة المتاحة يعني هم مش مش بيكلموا عربي أصلا الحسن الصباح بيكلمش عربي مشاهدين يعرفوا معنا الصباح يعني لا الحشاشين بيكلموا عربي ولا الحسن الصباح بيكلموا عربي كل الفترة اللي أتحدث عنها نتكلم عن السلاجيقة الأتراك نتكلم عن الحسن الصباح الفارسي الفارسي يعني اللغات اللي كانت في ذلك الوقت لكن طبعا اللغة العربية كثيرة اللغة الرسمية الديني بقى المصرح الأحداث في ظهور الحشاشين العالم الإسلامي في ذلك الوقت في فترة ظهور الحشاشين كان منقسما إلى ثلاث خلافات الخلافة الفاطمية الشعية الإسماعيلية في مصر الخلافة العباسية السنية في بغداد الخلافة الأموية في قرطبة الفاطمية في مصر العباسية في بغداد الأموية في قرطبة يا إيه التشارز من ده ثم جمع الأنقاض الخلافة العباسية اللي كانت مستمرة الخلافة العباسية زرت موجودة مش كده يعني يدى أنه الفاطميين الفاطمين عملوا خرق في الخلافة العباسية الخلافة العباسية هي امتداد لليه الخلافة الإسلامية الأولى الراشدة الأموية ثم العباسية 32 هجرية يمكن أو حاجة زي 32 هجرية سقطت الخلافة الأموية 132 وقامت الخلافة العباسية سقطت العباسية في بغداد 656 ثم بعد ذلك تم إحيائها في القاهرة على يد الزهر بيبرس وظل الخليفة العباسي موجودا في القاهرة على الأقل من ناحية الإسمية حتى دخول السلطان العثماني سليم الأول انتقلت الخلافة من العباسين إلى العثمانيين وذلك تجد كثيرا من نسميها الأثار النبوية السيف والبردة والخلعة في اسطنبول لأنها كانت امتدادا للخلافة العباسية إذن كان في الخلافة الفاطمية أو الدولة الفاطمية في مصر وفي الأموية في قرطبة وفي العباسية في بغداد في إيران كانت تتبع مين بقى بلاد فارس؟ كان اسمها فارس للمشاهدين إيران كانت توقيت اسمها فارس بلاد فارس نعم إيران أو بلاد فارس في ذلك الوقت كانت تقضع لسلطة جديدة ظهرت على مصرح الأحداث وهي دولة السلاجقة السلاجقة كانوا بيحكموا فعليا المشرق الإسلامي وحكم الإسمي للخليفة العباسي ويعني إيه السلجوقي؟ السلاجقة دي مجموعة فرقة من الأطراك أو قبيلة تركية أتت من بلاد ما وراء النهر تركستان وغيرها ودخلوا إلى العالم الإسلامي بقيرة تورو البك وأقم دولة له وخضع الخليفة العباسي لسلطة القادة الأطراك العسكريين يعني كانوا مسلمين مسلمين على مسلمين؟ سنة نعم سنة على المذب الشافعي طيب والفاطميين؟ شيعة 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 طيب والأمويين في كرطبة؟ سنة 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 نعم تمام والعباسية في البغداد؟ سنة سنة تمام ممتاز تمام يعني الوحيد الشيعة هم الخلافة الفاطمية في مصر طيب نرجع كده ونشوف كيف انشقت من لي كان مسك بقى؟ خلافة الفاطمية مين؟ في الوقت ده كان الخليفة المستنصر وقت ظهور الحسن الصباح كان الخليفة المستنصر نعم هذا أطول حاكم في التاريخ الإسلامي حاكم ستين سنة تولى الحكم عند سبع سنوات كم؟ سبع سنوات تولى الحكم عند سبع سنوات كان هناك وصيا عليه كان هناك وصيا دي موجودة في التاريخ الإسلامي كثيرا ابن الخطيب عايد سبع سنين يبقى يقود أمة؟ نعم ابن الخطيب كتب كتاب فيه منبوعة قبل الاحتلام ابن الخطيب حب انه يتكلم في المسألة نازم يتكلم فيها أصلا ينفع ان يتولى السلطة يعني غلام لم يبلغ الحلم فهو كتب الكتاب ده فيه منبوعة قبل الاحتلام اعماله العلام فيه منبوعة قبل الاحتلام طيب يبقى المستنصر المسك عنده سبع سنين ومات عنده سبع وستين سنة حكم ستين سنة طبعا ستين سنة بتمثل فترة عصيبة جدا في فترة أو في التاريخ الإسلامي أو في المنطقة بشكل عام في الوقت ده الخلافة الفاطمية هي تجسيد فعلي لرغبة الشيعة منذ بداية ظهورهم في إقامة كيان سياسي نجح الفاطمين في ترجمة هذا من الفعال من زمان علي بن أبي طالب عليه رضونا لهم مشغلين يعني أو بعديه بقى بشوية طيب نرجع لكلمة الشيعة الشيعة هم الأتباع والأنصار نعم وإن من شيعاته لا إبراهيم من أنصاره نعم فالشيعة هم أتباع أنصار علي بن أبي طالب الشيعة مرت يا دكتور محمد بمرحلتين مرحلة سياسية ومرحلة عقدية دينية مع بداية الظهور الفتنة الكبرى كان خلافا سياسيا بحتا لم يكن هناك خلافا عقديا كان خلافا سياسيا اختلافا وجهات النظر حتى تكون الأمور واضحيا كان خلافا قصص على قصص المقتل عثمان هذه يمكن أن أقدمها أيضا في قطر سياسي يعني هناك عثمان بن عفان الذي قتل مظلوما معاوية ابن أبي طالب يطالب بالسأر له معاوية ابن أبي سوفيان معاوية ابن أبي سوفيان نعم من نفس قبيلة عثمان طالب بالسأر باعتباره ولي الدم ولي الأمر فمن قتل مظلوما وقد جعلنا لوليه سلطانا هو اعتبر نفسه هو السلطان وطالب علي ابن أبي طالب بضرورة الأخذ بالسأر من قتلة عثمان وألح في هذا الأمر علي ابن أبي طالب أرجع الأمر يرى الرجل أن الأمور لم تستقر قتلة عثمان ليس فردا أو فردين هناك سوار يحصرون المدينة وهناك سوار في الأمصار فكان علي يرى أن نحن نتريس خليلاً ونعمل لجنة بحث ولجنة تقصي حتى نصل إلى لكن البعض طبعاً هنا من المستشرقين بيحاول يصط في الماء العاكر ويتهم معاوية أنه جعل من قميص عثماني سطاراً لأخماعي الحقيقية وهو المسألة الخلافة على أي حال سأتناولها تفصيلاً يعني نعم لكن أرد بس البعد التاريخي حتى نفهم قصة الحشاشير نعم هنا نشأ شيعة بقى نشأ الشيعة نشأ الشيعة منذ يعني البعض الشيعة نفسهم يعودون طبعاً بيحاول أن هم يؤصلوا إلى وجودهم فبيرجعوا بوجودهم إلى العصر النبوي وإحنا كنا موجودين في العصر النبوي إن إحنا عندنا مجموعة من الصحابة كانوا يحيطونا بعلي بن أبي طالب فهولئهم شيعته سلماني الفريسي المقدار بن الأسود أبو زاري الغفاري وغيره هؤلاء كانوا يحيطونا بعلي أينها مذهب كانوا يعني شيعته شيعته فبقولي إحنا والله بدايتنا الأولى البزر الأولى للتشيع من زي مناسبة تعتقد بعد كربولاء لقد إحنا قبل بكتير إحنا موجودين منذ العصر النبوي والترجل اللي بقى أنا الآن أتحدث مرة أخرى عن مسألة الشيعة كمجموعة تناصر علي بن أبي طالب أو أبناء علي بن أبي طالب سياسيا تمام لا تتحدث الآن عن العقيدة عن العقيدة في مسألة علي باعتباره هو الحق هذه ظهرت بعد ذلك كربولاء بتمثل كما يذكر بعض المورخين الانفجار الكبير اللي خرج من رحمه التشيع العقدي مسألة تمجيد وتقديس ورفع الأئمة إلى مصاف قد تكون أعلى من النبوة وقد تصل إلى أليها يعني هناك مثلا الفرقة التي نتحدث عنها بعد قليل الفرقة المنصورية اللي هو النسبة إلى منصور العجلي والمؤسس الفرقة هذا كان يؤله علي بن أبي طالب ويقول أننا اعتبر نفسه إماما لأن الإمام الباقر أعطاه الوصية بأنه يكون الإمام للشيع يعني وطبعا عليه كان ينكر هذا الكلام تم تأليق بعضهم يعني آه بعضهم رفع بعض الأئمة من أقل البيت زي جعفر الصادق إلى مصاف يعني مصاف الذي يعلم الغيب ومستودع العلم الإلهي وصاحب الحق الوحيد هو في مسألة تأويل النص ده موضوع كبير موضوع كبير نعم طبعا بعد كربلاء ابتدى دخول العقد للشيع فظهر الشيع بمفهومها العقدي يعني قبل كربلاء نتحدث عن الشيع باعتبارها فرقة أو مش فرقة باعتبارها يعني مجموعة سياسية تناصر عليه في مسألة الخلافة وبعد اغتيال عليه بن أبي طالب تم منصرة الحسن نعم وحين تنازل الحسن لمعاوية عن الخلافة نصره الحسين وهم اللي بعطوله في الكوفة تعالى علشان احنا غير راضين على ان معاوية يورس ابنه يزيد فخرج الحسين وحدث ما حدث في مسألة تأولاء المعروفين من هنا بدأت تظهر مسألة التشيع الامامة بدأ الشيعة هنا يرون ان الأئمة من نسل علي بن أبي طالب من فاطمة لان عليه له زوجة أخرى الحنفية ومنها ابن محمد الحنفية بعد ما قتل الحسين يعني وتعديدا من الحسن الحسين بس يعني هم مخدوا الحسن وقصرة في الحسين بعد كده بعد ان تنازل الحسن انهم اعتبروا الحسن يعني يعني تنازل عن حق لا يجب ان يتنازل عنه لمعاوية علشان الحسين كان على علاقة بشاه بنان بنتي ازداجر دي مالك الفرس والله لا هذا بعد يعني بعد عرقي وانا ارفض التفسير العرقي مش كان كده فعلا شاه بنان دخل في الخط مع الحسين لكن هنفتح المجال هنا لباب صعب جدا اغلاقه يعني مسألة ان الفرس تبنوا المذهب الشيعي لأسباب عرقية وأسباب تتعلق بالنسب لكن القراءة ترخية لا يرجحها تاريخيا قراءة ترخية لها ابعاد سياسية ابعاد اقتصادية ابعاد اجتماعية الفرس مجموعة تم تهميشها في العصر العباسي رغم ان الفرس نفسهم هم اللي اقامت داودة العباسية بمسلم القرساني لكن تم تم الخضاء على ابو موسلم القرساني والبراميكة معك ومعها البراميكة من فرس برضو هي لعبة السياسة دكتور محمد مسألة لعبة السياسة مسألة توازن القوة يعني يجي المعتصم في فترة معينة وجد ان وانتكلم بقى موسلم القرساني بعد كده بر نعم نتكلم بقى فاقول ان المعتصم لما وجد ان نفوز الفرس بدأ يزداد هو اتى بالفرس حتى يضرب بهم العرب مسألة لان العرب هم انصار الدولة الاموية البائدة من نوجة نظرهم يعني فنأتي بعنصر جديد وهم الفرس فقامت الدولة العباسية على اكتاب الفرس ده لا اسأل بالرحب كده بعد خطير يعني الدولة الاموية كانت موجودة دولة عربية خالصة خالصة طبعا جاءت الدولة العباسية استنصار يعني افهم ان كان محطاك ان الدولة العباسية استنصرت بالفرس لضرب العرب طبعا لضرب الدولة الاموية يعني ضرب العرب يعني العرب استنصروا بالفرس لضرب العرب خلينا نقول خليك صراح يا دكتور خلينا يا دكتور محمد نتكلم به انا الان ما بين مأزق اما ان انصر المبدأ والقيمة واما ان انصر الشخص أضع مبدأ ونتحرك من خلاله المجتمعات دائما تدور حول ثلاث محاور أساسية إما أن تدور حول الأفكار أو تدور حول الأشخاص أو تدور حول الأشياء الفكرة الشخص الشيء الشيء الأشياء الشهوات والأرض المجتمعات الراقية الصحيحة فكريا هي التي تدور حول الفكرة فكرة مركزية تتجمع حولها الجماهير لنصرة الفكرة والشخص والأشياء كلها تدور في خدمة الفكرة كلم عن العصر النبوي كلم عن العصر الراشدي غزوة أحد جت العتاب الإلهي من رب العالمين للصحابة لأنهم تخلوا عن هذه المسألة يا جماعة أنتم الآن تقاتلون في سبيل الشخص أنتم تقاتلون في سبيل الفكرة أفئن مات أو قتل الشخص تركته من فكرة ومن ينقلب على عقبائه فلن يدور الله شيئا يعني رغم يتحدثون عن النبي ليس هناك شخصا في الإسلام له قناسة الرسول عليه الصلاة والسلام لكن رغم عن ذلك القرآن الكريم والعتاب الإلهي يحذر الأمة من الدورة حول الشخص مهما كانت قيمة هذا الشخص فالمجتمعات الصحيحة التي تدور حول الفكرة إذا حطت المجتمعات بدرجة أقل شوية تدور حول الأشخاص وهنا تنظر مسألة النعرات والعصبيات والطائفيات وفي ناس تقاتل من أجل شخص من أجل شخص بس كده طبعا والمجتمعات الأخصر الحطاطا هي التي تدور حول الأشياء وتسخر الفكرة ويسخر الشخص في سبيل خدمة الشهوات وتتحول الأفكار التي هي الآيات القرآنية والحديث النبوية إلى يافيطات لجذب الترويج السلح لترويج السلح لترويج الشيء طيب الدولة الأموية أخطأت خطأ كبير حين تخلت عن الفكرة وبدأت تدور حول الأشياء وهنا بدأت تظهر مسألة العنصرية الشخص الدولة الأموية هي أول يعني بعد الرومان من جسد قاعدة فرق تسود فرق تسود دولة الأموية يعني معاوية وصل بالإسلام للصين وعاد 19 سنة وجمعة السنة في عهد الدولة الأموية أنا لا أقضح فيها طبعا الدولة الأموية لها ما لها وعليها ما عليها أنا أتحدث الآن عن خطأ وهذه المشكلة يا دكتور محمد في عرض التاريخ يعني الآن دعنا نتكلم بواقية الآن في حالة من الإحباط الذي يصيب كثير جدا من الشباب سببه الأساسي وهو أننا قدمنا لهم التاريخ المشرق في تاريخنا الإسلامي فقط أنهم كلهم صحابة وملائكة ومش كده عصر الملائكة وإني النصر حليف المسلمين النصر حليف المسلمين أليس كذلك؟ لا لا المسألة النصر حليف من يأخذ بأسباب النصر الله سبحانه وتعالى يقول سنة الله التي قد خلت فيها عبادة ولن تجد سنة الله تبديلا قد خلت من قبل نعم هناك سنن تدير حركة التاريخ القانون يقول من تمسك بأسباب النصر وقوانين وسنن الله الإلهية انتصر ولو كان غير مسلم الدولة الأموية تخلت عن الفكرة وتجهت للشخص ولا للأشياء للأشخاص للأشخاص جميل خدرت كده فترة تحكم تخلت عن قصة الشورى الشورى اللي هو الفكرة الكبرى في الحكم أن الشورى جاب معاوية جاب يزيد ويزيد جاب معاوية الحفيد فالآن هينقلب عملية انقلاق قطيرة جدا في الحكم الإسلامي قام على كده الدورة الأموية عملت انقلاب طبعا في الحكم على طبعا هناك من يبرر هذا الكلام ويقول والله اللي حصل في العصر الرشدي بس سياسية تستدعي هذا في العصر الرشدي أستاذ محمد أغتيل عمر بن خطب أغتيل عصمار بن عفان أغتيل علي بن أبي طالب الفتنة الكبرى دي حادثت كلناه بسبب الصراحة حول الإمامة لذلك الشهرستان يقول ما سوفك في الإسلام دم دم مثل ما سوفك من أجل الإمام مسألة ولذلك أعود مرة أخرى فأقول كان صراحة سياسية دكتور طبعا دكتورك لم خاتل هذا هل استحابه طبعا يتخنق على سياسة وحكمه كراسي ايه المشكلة يا دكتور ربنا بيقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هل هذا ينفي عنهم الإيمان؟ هل الصراحة ينفي عنهم الإيمان؟ لا ها هذا مؤمن وهذا مؤمن بس هذه دنيا هم يقاتلين في سبيل إعلاء لا إله إلا الله الحفاظ على الدين هذه دنيا هو يرى وجهة نظر وعشان قد ربنا أعتبهم في بدر منكم من يريد الدنيا مع حضرتك هنا نتحدث يا دكتور عن بعد سياسي والسياسة يعني ليست أمرا سابتا السياسة ليست أمرا سابتا السياسة أنا أستخدم كل الأساليب على الأقل في الفترة التي أتحدث عنها المشروعة جميل حدثت مع الأموية عملتي بقى عشان تحفظ على بقى تخلت عن الفكرة الشورى الشورى العدل المساوى قلنا في مسألة المساوى الحكم الإسلامي قام على الشورى العدل المساوى نعم مسألة الشورى تم ضربها بتعيين بقى خلفاء وأولياء عهود نعم مسألة المساوى الأصل في الإسلام ألا فرق بين عربي والعجمي وابن الخليفة خليفة وابن البداع بتاعهم الأصل في الإسلام القاعدة الإسلامية أنه لا فرق بين عربيين ولا عجمين إلا بالتقوى تمام جاءت الدولة الأموية للأسف نظرت إلى غير العرب نظرة فيها نوع من الإزراء والتحقير وسموهم الموالي حتى كلمة الموالي المسمى نفسه فيه نوع من التحقير المولى اللي هو التابع أو الخادم العبد الأخير لا هو المولى يعني العبد بعد أن يحرر يصبح مولى ما هي تنفع سيد وعبد على فكرة الاثنين لا أخذوا بالمعنى السلب عشانك لو أقولك يا مولانا ما تفهمش نقولي يا سيدنا يعني يا سيدنا لكنهم أخذوا بالمعنى السلبي فعلا بالمعنى السلبي طبعا الموالي اللي هم أتباعنا أتباعنا يعني هم يأتونا في المواطن من الدرجة الثانية مواطن من الدرجة هنا أنا ليه أقول الكلام ده يا جماعة هناك هناك مبدأ إسلامي تم مخالفته أنا لا أطعن الآن في المبدأ الإسلامي المبدأ الإسلامي يقول لا فرق بين أبيض ولا أحمر إلا بين عربيين ولا أعجميين ولا بين أبيض ولا أحمر إلا بالتقوى طيب هذا المبدأ لابد أن ينصر ونعم به من مبدأ لابد أن ينصر طيب من لا ينصر هذا المبدأ أقول أن فلان أخطأ فلان هذا أخطأ حين حادعا هذا المبدأ صحيح فالأمويون رغم كل حسناتهم دكتور الشنو له كتاب رائع جدا الدولة الأموية المفترة عليها أنا أقول تدوين يا دكتور محمد بدأ في العصر العباسي العباسيون هم أعداء الأمويين فطبيعي حين كتب التاريخ في العصر العباسي أن يتم تشويه الأمويين ده هذه قضية بديهية فالأمويين نعم في كثير من الأحيان تم تشويه صوراتهم من قبل كتاب السلطة في العصر العباس لكن هذا يعفي الأمويين أنهم كانوا أخطأوا في بعض الأحيان هذا لا يعفيهم على أقل في هذه المسألة معاوية كان لها وجهة نظر وتبنها كثير من المناصرين للدولة الأموية أن ما حدث من دماء سالت في العصر الرشدي بدءا من عمر بن الخطاب وما بعد ذلك كان بسبب الحكم وبسبب الإمامة هو معاوية شافوا الله يا جماعة إحنا لحد إمتى هنظل في هذه المسألة ما تجنمي لعملية استقرار في الحكم هو شايف أن مسألة التوريس أفضل بكتير جدا من مسألة الشورى والبيع والحاجات دي الواقع الآن قد يزبط صحة هذا الكلام يعني الواقع الآن يزبط أن الأنظمة التي تدار بفكرة الأموين قد تكون أكثر استقرارا من غيرها من الأنظمة نعود إلى قصتنا ما فيش معنى ممكن نعود لأم الملكية تاني لا حرج من هذا ممكن لأكثر استقرارا وهدوءا والله يا دكتور هذا كلام قاله أساتيزة كبار العصر الملكة في مصر هذا كان من أزعى العصوب هذا اللي بسألك كمؤرخ عليك تنحصر دي أكثر استقرارا يا دكتور محمد رحمة الله عليه أستاذنا الدكتور عبدالخالق لاشين كنت جالسا معه وهذا ربو من المناضلين نعم وتم تهميشه كغيرهم من المناضلينين كان له مقولة في غاية الروعة كان يقول يا ابني أنا والله وقعت على وثيقة في منتهى الخطورة قال أن في تشكيل وزارة النقراشي في العصر الملكي اتصل الملك بالنقراشي باشا حين عهد عليه بتشكيل وزارة قال له والله يا باشا برشح فلان الفلاني لوزارة كذا فألو تؤمرنا يا أفندين ثاني يوم اتصل الملك على النقراشي قال له يا باشا أنا برشح فلان لوزارة كذا قال له يا أفندين لقد تجاوزت الحدود للملك للملك مصر والسودان في ذلك الوقت ملك مصر والسودان في ذلك الوقت نعم طيب نكمل الأموية بديعة فمعاوية رأى أنه يورس أكثر استقرارا وثباتا وجهة نظري ده عمل إيه بقى سياسيا واجتماعيا إيه أفر السلبية الآن نعود إلى مسألة الفرس مرة أخرى وارتبطها بالتشيع عشان بس المشاهد ما يكتوش مننا مسألة الفرس وارتبطها بالتشيع هي مسألة لا علاقة لها بالنسب أن الحسين زوجته فارسية خالص لا خالص هي المسألة مسألة هناك ظلم وقع على الفرس من الأمويين فاستغل العباسين هذا الظلم فنادوا أحد أهم شعارات العباسيين ضمن شعاراتهم مثلا الرضا من قل محمد الشعار الثاني أو ربما قبله هو المساواة عشان عارف إن فيه شعوب مظلومة وهذه الشعوب هي لما أرفع أنا شعار المساواة هتيجي تنصرني وده اللي حصل بالفعل لذلك الدعوة العباسية كانت فيه بلاد فارس في بلاد الموالي في بلاد الشعوب اللي بتصنف من الدرجة التانية والمهمشة كتور محمد المولى في بعض قدب الفكر بدأها السفاح مش كده طبعا أوجع فر المنصور يعني اللي بدأ مسألة هذه الدعوة الدعوة العباسية بدأ طبعا سنة 100 هجريا يعني واستمرت يعني حتى قمت الدولة 132 يعني الفترة ده كلها كان في مرحلة الدعوة قبل مرحلة الدولة قبل مرحلة الدولة قامت الدولة العباسية بمناصرة الفرس الفرس إذن الدنيا كده جميلة وتمام يعني تمام العباسين الآن اللي هم مفروض الفرس ينصروهم إن هم يرفعوا من شأنهم وده اللي حصل في البداية أبو مسلم الخرساني ورجالك لا تم الإطاحة بأبو مسلم وغتياله على أييد أو قتله على أييد أبو جعفر المنصور تمام وكان كما يقال بجزاء سميناري يعني كما هو معروفين هنا الفرس عمروا إيه بقى هنا الفرس بدأوا لما تم الاعتماد عليهم في بلايات العصر العباسي تحكم الفرس في مفاصل الدولة وإنه نجي على قصة البرامكة وعمروا نفوس فارسي في الدولة العباسية كان هناك نفوس قوي جدا والبرامكة كان كثير قصة أن الخليفة الرشيد مثلا لما ييجي عهد إلى أحد الفرس بالوزارة قال له أنا خلعته الأمر من يدي أو من عنقه وضعته في عنقك ففعل ما شئت إداله ما يسمى بوزارة التفويت أنا مفوضتك في كل شيء وهنا ظهر نفوز البرامكة ونفوز الفرس بشكل قوي جدا جي المعتصم بعد كده وجد أن النفوز الفارسي بدأ يتوّل في مفاصل الدولة أعمل إيه؟ أجيب عنصر تاني علشان أضرب به العنصر الفارسي مسألة بعيدة مرة أخرى فرق تاسود أو مسألة توازن القوة جاء بالأتراك أتى بالأتراك فبدأ الآن هناك صراع الدولة الفارسية الفرس الدولة البوهية سيطرت على العباسين بعد الفرس أتى الأتراك إن شاء لهم المعتصم مدينة سام الراء كان الأول تسرّ مراء ثم بعد ذلك لما هجرت ساء مراء أو بعد ذلك سام الرأي فالأتراك دعنا نقول الأتراك غير الفرس الفرس شعب حضاري أصحاب حضارة عريقة دولة السلسانية وغيرها حضارة فارسية عريقة هذا ليس قطحا في الأتراك لكن الأتراك هي شعوب بدوية طرف دارية أتت من مناطق جبلية ربما القطاز ومناطق وغيرها يعني هنتكلم على متوحشة أكتر يعني هي شعوب بارعة بارعة في أمور القتالي والجبل العسكرية لكن ليس لديهم حضر ليس لديهم حضر يعني من الآخر كده مقاتلين يعني مقاتلين وأزدى الأتراك ومن بعدهم السلاجقة للأمة الإسلامية سأحفظ بس أولك دورهم أنا أقف على دورهم برضو نعم دور جيد لا بأس لي لأنه معركة ملاث كده وقت البرنامج انتهى أنا أريد أن أصل إلى نقطة يحصل وقف عليه نعم المعتصم استعمل الأتراك لضرب النفوز الفارسي لضرب النفوز الفارسي نعم طب إلا حصل بقى لحد الدورة الفاطمية ما جات واشتشيع دخل وعم نعم الآن الفرس الآن وجدهم هم مشوا مرة أخرى هم مشوا في العصر فهنا استغل الشيعة هذه المسألة الشيعة هم أعداء العباسيين العباسيين ضحقوا على الشيعة لما رفعوا شعار الرضا من قلي محمد اعتقد الشيعة أن العباسيين بينادوا بهم باعتبره من قلي محمد اتضح أن هذا كان شعار تمويهي وكان شعار مطاط فتم طبعا الضحك على الشيعة وستأثر العباسيين بالسلطة وبدأ التنكيل بالشيعة فاختفل الشيعة طبعا لا بالشيعة الشيعة من قلي البيت فالشيعة هيعيده مرة أخرى ما فعله العباسيين أن احنا هننشر أفكارنا ومبادئنا الشيعية التي تقوم على نفس المبادئ الاعلان العباسيين المساواة يا جماعة يا فرس أنتم لكم حق فهنا السبب في مناصرة الفرس للتشيعة ليس أن الحسين كان زوجته فارسية خالص لكن لأن مبادئ التشيعة وجدت استجابة قوية في المجتمع الفارسي هنا بقى التشيعة ابتدى يظهر وابتدى يتكون وعملوا الدولة الفاطمية في مصر لا هو الفرس هنا بجم المغرب دول لا خلينا نقول للدولة الفرس والفرس اللي موجودين في إيران التشيع امتد طبعا كما ذكرنا منذ قليل حتى الحسين رضي الله عنه بعد الحسين يأتي زين العابدين علي ابن الحسين بعد ذلك يأتي الباقر ثم يأتي جحفر الصادق الإمام السادس عند الشيعة الإمامية عند الشيعة الإمامية الجحفر الصادق كان له ولدين إسماعيل وموسى المبدأ عند الشيعة أن الإمامة تنتقل في الأعقاب استنادا للآية الكريمة واجعلها كلمة بقية في عقبه فهم يرون أن الإمامة تنتقل كما تنتقل النبوة فالنبوة تنتقل هو وارس النبوة فالذي يتولى الإمام هو الإبن الأكبر فالإسماعيل هو الإبن الأكبر خاد إسماعيل مات إسماعيل عام 145 في حياة أبيه جحفر الصادق فتم أبو أوصب للإبن الأصغر اللي هو موسى تمام موسى لما عهد عليه بالإمامة مات جحفر الصادق يعني الجحفر مات 148 جحفر الصادق مات 148 إسماعيل مات 145 يعني قبل وفاة هو سالة سنين فانتقلت الإمامة إلى موسى هناك من كان مناصرا لإسماعيل قال لا يمكن أبدا تنتقل الإمامة من الأخ إلى الأخ هي تنتقل من الأب إلى الإبناء طب مات يا جماعة إسماعيل مات قالوا لا فرقة قالت إسماعيل لم يموت لكنه غابة غابة الغيبة وسيعود وهذه أحد المبادئ اللي إحنا بنتكلم على دخول التشيع في البعد العقدي هنا فرقة الإسماعيلية ظهرت فرقة الإسماعيلية المناصرين لمحمد ابن إسماعيل حتى إسماعيل مات تنتقل إلى ابنه اللي هو محمد ابن إسماعيل فنصروا محمد ابن إسماعيل من الناس لمحمد ابن إسماعيل هذا ظهر عبيد الله المهدي اللي هو الإمام الذي قيمت في عهده الدولة الفاطمية أبو عبد الله الشيعي دخل المغرب وأسقط الدول اللي كانت موجودة في المغرب بما فيها دولة الأغالبة وأقام الدولة ثم استدعى المهدي المهدي كان موجود في بلاد الشام وآتى المهدي إلى المغرب وأقيمت الدولة الفطمية عام 297 هجريا وثم انتغلت إلى مصر إلى مصر مع المعز الدين الله وجوهر السقل بعد المعز يأتي المستنصر أحد أحفاد وأحد أحفاد المستنصر هيحصل في عصر المستنصر محرصة في عصر جعفر الصادق بالضبط المستنصر هو ولدين ولد نزار والتاني هو أحمد المستعلي كان مفروض تنتقل الإمامة إلى نزار بدر الجمالي وهو الوزير صاحب الصيف والقلم بنته كانت أم المستعلي الولد الأزغر فناصر بدر الجمالي وابنه بعد كده شاهن شاه ابن بدر الجمالي ناصر المستعلي وحجب نزار عن الإمامة حسن الصباح أي نزار هنا حسن الصباح اعتبر أن هذا انقلابا جديدا في التشيير وعنده حق عنده حق سليم بس تنحقتم بقى هنا حسن الصباح اعتبر انقلاب جديد وعايز يجيب النزار فسمى نفسه الفرقة أتباع وأنصار نزار ودخل أفكاره ومفاهيمه نزار قتل في اسكندرية فالحسن الصباح عنده طموح سياسي كبير جدا فادعى أنه هو نائب نزار بس نقف هنا بقى أكون الفرقة الحشاشين عشان يجيب حق نزار نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله أشكرك على هذا السرد الجميل طوافت بنا وصلت وجلت يا دكتور أزاك الله خير شهديني الكرام نشكر حضرتكم ونشكر باسمك من جماعة نظيفنا الكريم العالم الجليل والمؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور خارت حسين محمود أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية الأداء بجامعة إنشبس حضرت ضمن لقوان جديد شكر لكم وإلى اللقاء شكرا معكم